تحف وزخارف وتميثيل منزلية وقطع أثرية يعد تاريخها لحقاب زمنية مختلفة محفوظة في متحف أربيل الحضاري تعكس نمط أساليب الحضارات المختلفة لدينا قطع أثرية قديمة تعود لعصور مختلفة ولدينا أيضا في الإقليم قطع ثمينة أخرى موجودة لا نستطيع عرضها وضعنا خطة متطورة لبناء متحف الجديد يستوعب ميات القطع الأثرية ينقسم المتحف إلى ثلاثة أقسام تاريخية متسلسلة حسب حقابها الزمنية القسم الأول يمثل امتداد العصر الحجري والثاني يعود لحضارة ما بين النهرين البابلية والآشورية والسومرية والأخير يعود للعصر الإسلامي الحديد تسلسل الحضاري جدا مهم بالنسبة للمتحف أربيل وأكو آثار جدا قيمة بس مكان العرض أدنى صغير محدود أدنى بالمخازن آثار تمديلها متحفين محتل ما نقول يعني أكثر بعض بس مجال العرض أدنى صغير الآثار جدا مهمة نبرز قطع الأثرية المعروضة في متحف آثار أربيل معروضة في خزانة الأولى القاعة الأولى يعود كهف شانيدر لإنسان نيانا درتال من ضمنها نسخة جبسية لرأس إنسان نيانا درتال وبعض الأدوات التي كانوا يستخدموها في ذلك الوقت أسس المتحف أربيل الحضاري في نهاية ثمانينيات القرن الماضي على موقع أثري قديم فيما وضعت مديرية الآثار قطة مستقبلية لبناء متحف جديد يستوعب جميع الكنوز الأثرية التي لا تقدر بثمن يعد متحف أربيل من المعالم البارزة في إقليم كردستان يجسد عمق الحضارة والتاريخ يضم قطعا أثرية مهمة عود لآلاف السنين بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل